وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحِيُّهُ وَقُرَّ بِزِدْنِي عِلْمًا قُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَقْضَى إِلَيْكَ وَحِيُّهُ وَقُرَّ بِزِدْنِي عِلْمًا قُرَّ بِزِدْنِي عِلْمًا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وشهدين الكرون في كل مكان ومرحبا بكم معنا في لقاء المتجدد ومجلس جديد من مجالس العلم في قسم العقيدة لازلنا مع حضراتكم وقد تحدثنا في الحلقة الماضية والتي قبلها عن توحيد الأسماء والصفات وأشهر الشبهات التي تثار في باب الأسماء والصفات وكذا الفرق التي خالفت إجماع المسلمين وعقيدة المسلمين في باب الأسماء والصفات اليوم على مبعد مع حضراتكم على أن نبدأ في الحديث حول التأويل قضية التأويل وخطورة التأويل الفاسد وما جناه التأويل الفاسد لهذه الفرق التي أرادت أن تشوه صورة الإسلام والصورة المسلمين في الحقيقة بلي عنق النصوص وتأويلها على غير حقيقتها نرحب بضيفنا الكريم فضل الأستاذ الدكتور خالد فوزي حمزة أستاذ العقيدة بجامعة أم القرى وبالحرم المكي سابقا أهلا وسهلا فضلت الشيخ أهلا بكم وبرك الله فيكم وفي جهودكم اللهم أمين وإياكم دكتور في الحلقة الماضية كنا ختمنا ببداية تعريفية لجناية أو جناية تأويل الفاسد للأمة وظهور الفرق الضل حتى ذكرت أن الخوارج كانت بدايتهم بسبب التأويل الفاسد للقرآن والسنة كذا الرافضة كذا المعتزلة وغيرهم من فرق نريد أن نفسه في بداية هذه الحلقة ما هي المعاني التي يستعمل فيها لفظ التأويل نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أشهد لله إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد ربضه رسوله اللهم أصلي على محمد وعلى آلي محمد أبارك على محمد وعلى آلي محمد كما صليت وبركت على آلي إبراهيم إنك حميد المجيد أما بعد فالتأويل بتعدد الإصطلاحات نعم يطلق على ثلاث أشياء ممكن نكتبها نعم طبعا يكون أمر سهل شفيا على المشاهدين التأويل إما يطلق على التفسير نعم وإما يطلق على العاقبة طبعا وإما يطلق على الصف نعم طيب نأخذ يعني كل واحدة من هذه ونبين ما معنى جميل التأويل بمعنى التفسير يعني بيان تفسير الآيات ومنه مثلا يعني إمام شيخ المفسرين محمد بن جليل الطبري نعم كتب كتابا في التفسير سمى جامع البيان في تأويل آي القرآن نعم ويقول اختلف أهل التأويل على كذا يعني أهل التفسير نعم أو كتاب مثلا قاسمي سمى محاسن التأويل يعني محاسن التفسير نعم أو التأويل يأتي بمعنى العاقبة العاقبة أي عاقبة الشيء نعم من آلة يقوله آلة إلى كذا يقوله إلى كذا يعني عاقبة هي كذا وكذا نعم فالتأويل هنا بمعنى عاقبة الشيء ما يقول إليه الأمر نعم ما يصير إليه الأمر هذا المعنى الثاني للتأويل المعنى الثالث معنى إصطلاحي وهو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر يحتمله بقارينة تدل على المعنى المصروف إليه وهذا غالبا يكون عند المتأخرين كنوع من الإصطلاح الوارد في كتابه السنة التأويل بمعنى العاقبة وفيه ممكن تأويل بمعنى التفسير نحتاجين أمثلة ضحية للثلاث أمثلة جميل التأويل بمعنى العاقبة مثلا هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله التفسير حذك ذكرت مثلا له من جرير التبريق لكن هناك دليل في كتابه السنة لكن سيأتي بعد نفهم العاقبة نعم تمام هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله كلام على يوم القيامة هذا تأويل الخبر ماذا يكون من تأويل يوم القيامة عاقبة أن الله يقول هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يعني يقع يوم القيامة فعاقبة الخبر وقوعه ومنه تأويل الرؤية نعم ماذا قال يوسف عليه السلام قال هذا تأويل رؤياي من قبل نعم ورأى الشمس والقمر يسجدون له أحد عشرة كمان والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين لما وقع هذا الأمر قال هذا تأويله رؤياي من قبل نعم لأنه كان خبرا فهذا العاقبة عاقبة هذه الرؤية أن سجد له أبوه ومه وإخوته نعم وهذا السجود كان للتحية مشروعا عندهم والتي عندنا في شريعتنا السجود بالتحية ليس بمشروع طبع منه تأويل العمل نعم يعني يقول الإمام سفيان بن عينا المكي وهو من كبار تابع التابعين توفي 197 أو 198 يقول السنة تأويل الأمر والنهي الأمر افعل كذا تأويله أن تفعل النهي لا تفعل كذا تأويله أن تنتهي فالسنة تأويل الأمر والنهي أي أنك تفعل المأمور وتنتهي عن المحظور فتأويل الأمر فعله وتأويل النهي تركه هذا معنى التأويل بالعاقبة عاقبة الأمر أنك تفعله عاقبة النهي أنك تنتهي عنه هذا التأويل بمعنى العاقبة وهذا هو الموجود في الكتاب والسنة في جملة الكتاب والسنة تقول عائشة لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في سجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي تقول يتأول القرآن ما معنى يتأول القرآن أي أنه يفعل ما أمره به القرآن فسبح بحمد ربك واستغفر فكان يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي إذن يتأول القرآن التأويل بمعنى الصرف ليس له دليل في كتاب والسلوة لكن هو اصطلاح حادث وقد يكون له معنى صحيح أو معنى باطل على حسب الاصطلاح حديث النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنه اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل هنا التأويل بمعنى التفسير بمعنى التفسير هذا الحديث وهناك آية أيضا بمعنى التفسير وهي قول الله تبارك وتعالى منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في كلبيهم زيهم فيتبعون ما تشبه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله له إلا الله والراسقون في العلم هذه الآية يعني إذا وصلنا فهي بمعنى التفسير أيضا نعم تمام كيف يكون الكلام طبعا نحن نعلم أن العبرة للمعاني للألفاظ كيف يكون الكلام بيانا وكيف يقع فيه اللبس هو العبرة حقيقة للمعاني واللفظ معنا يعني ليس المعاني فقط دون اللفظ لكن اثنين معنا لكن خلينا نكمل الآية نفسها الآية التي قلناها الآية يعني يذكر الله سبحانه وتعالى أن القرآن فيه آيات محكمات وآيات متشابهات نعم فيقول فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله نعم هذا التأويل قال وما يعلم تأويله إلا الله والوقوف على اسم الجلالة هو الذي يعني قاله أكثر علماء التأويل نعم أو علماء القراءة والوقوف على لفظ الجلالة فما يعلم تأويله إلا الله بمعنى العاقبة يعني المتشابه ما يعلم عاقبته وتأويله إلا الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى والراسقون في العلم من رسوخهم يقولون أمنا به كل من عند ربنا لرسوخهم في العلم يفوضون الأمر لله سبحانه وتعالى في المتشابه نعم ورد عن ابن عباس أنه قال أنا من الراسقين الذين يعلمون تأويلهم رضي الله عنه ورد عن مجاهد نعم ومجاهد بن جبر توفي 102 وتوفي وهو ساجد وهو إمام الدنيا في العلم والتفسير يقول عرضت المصحف على ابن عباس تسع عشر مرة ويقول عرضته على ابن عباس ثلاث مرات أقفه عند كل آية وأسأله عن تفسيرها فلما قرأ مجاهد وما يعلم تأويله إلا الله والرسخون في العلم وصلها وما يعلم تأويله إلا الله والرسخون في العلم وصلها على أساس ما قاله ابن عباس رضي الله عنه بأتبار أن المعنى غير المعنى الأول فمن وصل أراد التفسير ومن وقف أراد العاقبة وما يعلم تأويله إلا الله ونقف هنا لا يصح أن أقول المعنى التفسير لا ما يوقف لأنني جعلت القرآن كلام أعجميا بالضبط كده لكن ما يعلم تأويله إلا الله أي العاقبة والرسخون في العلم من رسخهم يقولون أمنا بهم كل من عند ربنا يعني هذا وهذا المحكم متشابه كل من عند ربنا يعني نؤمن بالجميع من رسخهم في العلم يقولون هذا لو وصلنا لو وصلنا وما يعلم تأويله إلا الله والرسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب فهنا عندما وصلنا صار الرسخين في العلم يعملمون تأويله يعني يعلمون تفسيره ومن هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس اللهم علمه التأويل أو علمه الكتاب إذن هذا التأويل بمعنى التفسير فمن وقف أراد معنى ومن وصل أراد معنى نعم قد قرأت رواية منسوبة إلى أبو بكر الصديق رضي الله عنه تقول أيضا في هذا المعنى أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا سئلت في كتاب الله وقلت ما لا أعلم نعم هذا يقال له المتشابه في نفسه الحقيقة أن الله سبحانه وتعالى يقول منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابه المتشابه نوعا متشابه في نفسه ومتشابه إضافي مثلا أنا في آية أنا ما أعلم معنى ما أعلم تفسيرها والشيخ أحمد يعلم تفسيرها إذن هي متشابهة بالنسبة لي لكنها ليست متشابهة بالنسبة لها إذا أضيفت إلي فهي متشابهة وإن أضيفت إلى علم الشيخ أحمد فهي ليست بمتشابه هذا يقال له متشابه إضافي متشابه على بعض الناس دون بعض المتشابه في نفسه الذي لا يعلمه إلا الله هذا الذي قال فيه أبو بكر الصديق أي أرض تقلوني وأي سماء تظلوني إذا قلت في كتاب الله ما ليس بي به علم اللي هو المتشابه في نفسه اللي هو الذي لا يعلمه إلا الله نعم البعض دكتور يقف عند قوله تعالى وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهِ وَيَزْعُمُ أَنَّ هَذَا الْمَعْنَى صَحِيْحَ أن القرآن لا يعلم حقيقته ولا يعلم معنه الحقيقي إلا الله سبحانه وتعالى وقد يستدل على ذلك بالحرف المقطعة يقول كافة عين صاد ألف لام ميم طاسيم إلى آخر الحرف المقطعة في القرآن كيف ترد على هذا من يقول هذا الحقيقة الكلام فيه حق وفيه باطل بمعنى أنه يعني المتشابه في نفسه لا يعلمه إلا الله والمتشابه الإضافي يعلمه الله ويعلمه الراسكون في العلم لكن الشبهة التي أتى بها اللي هي حرف المقطعة فيه أمران الأمر الأول خلينا نقول الله سبحانه وتعالى أمر بتدبر الكتاب قال أفلم يتدبروا القول كتاب أنزلناه إليك ليتدبروا آياتك وفي موضعين قال أفلا يتدبرون القرآن وفي سورة النساء أيضا وكان من عندي غير الله إذن هذا أمر بتدبر القرآن كيف أتدبر ما لا أفهمه يعني لو قلت مثلا شيخ أحمد بناسيرة بناسيرة يعني أظن سواها الخير بالإطالي أو حاجزة لماذا؟ لأنك ما تفهم فكيف تتدبرها وأنت لا تفهمها أصلا واضح؟ طيب يأتي مسألة الشبهة اللي قالوها وهو فهم الأحرف المقطعة الأحرف المقطعة فيه وجهان عند العلماء فيه كلام عليها الوجه الأول أن هذه سر الله فيه القرآن نعم فهذا مستثنى يعني الحروف المقطعة سر من الأسرار ومدام هي سر إذا مستثنى يقول علماء الاستثناء معيار العموم يعني هذه إذا تثنت إبقى الباقي كله إذن الباقي كله نفهم معناه نعم يمكن أن تدبره يمكن أن نفهم معناه ويمكن أن تدبره ما عادة هذه لأن هذه الاستثناء يعني ورد عن العلم باكر لأن الله له في كل كتاب سر وسر الله في القرآن الأحرف المقطعة هذا وجه نعم الوجه الآخر أن العلماء تكلموا في معناها يعني مثلا ألف لا مرأ حاميم نون إجمعها الرحمن نعم إذن قالوا هي من أسماء الله وإنما تفرخها وأقرأت أيضا فضيلة الشيخ لبعض المفسرين أقوالا منسوبة إلى الصحابة رضي الله عنهم في قوله ألف لا مرأ أي أنا الله أرى ألف لا ميم أنا الله أعلم يعني كان لها تأويل عنده نعم يعني مثلا يقول ألف لا ميم الألف من الله واللا من جبريل والميم من محمد نعم فإن قيل لماذا أخذتم اللام من آخر جبريل نعم وأخذتم الميم من أول محمد نقول لأن الكرآن بدأ من الله وجاء إلينا عن طريق جبريل ثم بعد ذلك محمد هو الذي ابتدأه لنا أيا كان هم في هذا الأمر يعني تكلموا في معانيها نعم يعني ما توقف أحد في كلام في معانيها إلا أن يقول إنها سر من الأسرار مدام يعني تكلموا في معانيها خلاص حتى ورود الأحرف المقطعة لها حكم ذكرها أيضا علماء نعم يعني الأحرف المقطعة في جميلتها في كل صورة جاء فيها الأحرف المقطعة يعني أو أكثر الصور يعني معدل عن كبوت مثلا يذكر بعدها القرآن ألف لا ميم ذلك الكتاب نعم لا ريبك يعني يدخل بعدها القرآن كأنه يقول للمشركين أنتم أيها المشركون هذه أحرف لغتكم وأنتم لا تستطيعون أن تأتوا بمثل هذا القرآن نعم أو أنه كانوا يقولون لا تسمعوا لهذا القرآن ولغوا فيه فلما يأتي ألف لا ميم ألف لا ميم صاد ألف لا ميم را كافها يا عين صاد يعني عين صاد يعني أشياء بالنسبة لهم غير معهودة آه فيبدأ الإنسان يسمع فيسمع القرآن فيكون هذا سببا فيه هدايتي نعم يعني تكلموا فيه الحكمة منها فأحد أمرين إما لها معاني وبالتالي تدخل في التدبر وإما أنها مستثناء والاستثناء معيار العموم فما سواها نفهم معناه أو يمكن أن نفهم معناه ونتدبر نعم لكن يعني ملخص ما ذكرت فضلاتك هو أننا لا يجوز لنا على الإطلاق أن نعتقد أن القرآن كلاما أعجميا أو أنه كلاما غير مفهوم بل أننا أمرنا شرعا بتدبره كما قال الله عز وجل كتاب أنزل إليك مبارك كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبر آياته وليتذكر أقول الألباب فضلت دكتور هل ظاهر النصوص مراد أم لا؟ نعم هذا السؤال مشهور نعم ويمكن إجابة عليه أننا نقول ماذا تقصد بالظاهر؟ طبعا يعني أحيانا يكون الظاهر له أكثر من معنى نعم هل تقصد بالظاهر ما هو في المخلوقين؟ نعم فيكون نصوص الصفات هي ما في المخلوقين؟ نصوص صفات الله هي في المخلوقين؟ نعم أو تقصد بالظاهر اللائق بالله سبحانه وتعالى فعلى حسب معنى الظاهر نحن نحكم فإن كان المقصود بالظاهر هو ما في المخلوقين فليس بمراد لأن الله ليس كالمخلوقين وإلا في الأصل أن الظاهر مراد لأنه موصوف به الله مضاف إلى الله يعني نحن ما قلنا سمع مطلق ولا بصر مطلق نحن عندما نقول قد سمع الله إذ هذا السمع منسوب إلى الله مضاف إلى الله مختص بالله فهذا بدء أن يكون مرادا لكن لو قلت سمع فلان أو سمع علان من المخلوقين فهذا يكون مختص لائق بعجز المخلوق فما كان مضافا إلى الله فهو مختص بالله سبحانه وتعالى ما كان مضافا للمخلوقين فهو على عجز المخلوقين فإذا قلت الظاهر مراد أو غير مراد أقول ما المراد بالظاهر؟ ماذا تقصد بالظاهر؟ ما هو تفسيرك للظاهر؟ ما هو بيانك للظاهر؟ إن كان الظاهر أي ما في المخلوقين من المعاني فليس الذي يوصد به الله هو ما في المخلوقين فليس مرادا وإن كان الظاهر هو اللائخ بالله سبحانه وتعالى فهذا لابد أن يكون مراد نعم تمام كيف جنى التأويل الفاسد على النصوص وعلى العقيدة تحديدا نعم هو المشكلة في التأويل يعني لما يأتي إنسان يقول أنا لا أمن بهذا لأنه قد يكون المراد بها كذا أو قد يكون مراد بها كذا نقع فيه محذورين عظيمين أولا ما يمكن نؤمن بشيء جاء في الكتاب والسنة إلا بعد بحوث طويلة عريضة حتى نرى هل هذا مما يتأول أو مما لا يتأول فابتداء ما نؤمن بشيء إلا بعد البحث الطويل هذا لأن التأويل يارد على كل شيء عندهم الأمر الثاني ما نعتقده نحن فعلا في قلوبنا نبدأ نتشكك فيه فقد يكون المراد به غير ظاهره ونحتاج إلى صرف عن ظاهره اللي هو المعنى الثالث من التأويل اللي هو صرف اللظ عن معناه إلى معنى آخر يحتمله بعلاقة أو قرينا الصرف هذا لو كان له دليل صحيح نحن نقبله نحن ما نرفض التأويل بهذا المعنى يعني مثلا على سبيل المثال فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ونحن نعلم أن كل آية في كتاب الله يقال لها قرآن فلو جاء إنسان وقال أنا سأقرأ القرآن والله أمرني بالاستعاذة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هو الله أحد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله الصمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لم يلد ولم يولد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولم يكن له كفوا أحد أقول لماذا فعلت هذا قل الله أمرنا أن نستعيذ في كل آية وفي القرآن وعندي في كل آية هي قرآن فأنا أستعيذ نقول لا فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله أي فإذا ابتدأت القراءة نعم يقول هذا تأويل نعم لكن دل عليه الدليل الصحيح فعل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة من بعده ما كانوا يأتون في كل آية ويستعيذون بل فعلك هذا يكون بدعة النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحتفى في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رب إذن يمكن أن يكون هناك تأويل عليه دليل ونقبله أما تأويل بلا دليل أو بدليل فاسد فهذا تحريف وليس بتأويل نعم يعني هذا يكون من التحريف وليس من التأويل إذن هذا التأويل الذي أحدده أو أصرف المعنى إليه لابد أن يكون هناك دليلا واضحا صحيحا عليه في هذه الحالة أنا يصح أن أقول أن هذا الظاهر ظاهر النص له معنى آخر بدليل القرينة هذه أو بدليل دليل هذا بس يكون واضح كالشمس نعم لكن إلا ما يكون هناك دليل فليس لي الحق إلا نحن على الظاهر الظاهر الذي أمامنا مع أن يكون هذا الظاهر مضافا إلى الله على ما يليق بالله نعم نعم أهل هناك أمثلة أخرى تذكرها في هذا المعنى نعم يعني هو الحقيقة كل القرآن سيكون بمثل هذا الأمر ما هو أن الظاهر مراد لكن إن أهل التأويل يتسلطون علينا ببعض الأشياء أنا ممكن أبين معناها تحضر مثلا على سبيل المثال عيسى بن مريم نعم صلى الله عليه وسلم عيسى بن مريم هو روح الله نعم وروح منه فعيسى هو روح الله نعم فيأتي إنسان يقول لك مثلا يعني لابدنا نتأول نتأول ماذا يقول عيسى هو روح الله أو هو كلمة الله وكلمته ألقاها إلى مريم فهل عيسى هو كلمة الله نعم عيسى كلمة الله فيجرك يقول لك إذن عيسى مخلوق أو غير مخلوق تقول عيسى مخلوق يقول إذن كلام الله مخلوق ويجرك إلى بدعة الاعتزال فهو في الحقيقة ليس عيسى هو نفس الكلمة اللي هي كن وإنما هو مكون بالكلمة أنا كنت أشرح دائما هذا بمثال دائما الأشياء اللي فيها إجمال نستفصل ونستفسر ونقول ماذا تريد بذلك يعني مثلا لو إنسان سألك شيء حمد وقال أكلك حلال أو أكلك حرام ماذا تقول هو سارق أنا أسألك الآن أكلك حلال أو أكلك حرام حلال الحمد لله إن شاء الله يعني نأكلك فهمت المسألة أنا أعيدها بمرة ثانية وتنتبه ذبحك حلال أو ذبحك حرام لا ذبحي حرام يعني لو ذبحت ما نأكل الذبيحة هو الإشكال هنا إن المصدر يأتي بمعنى اسم المفعول طارة وبمعنى الفعل طارة نعم فلو قي لك أكلك حلال أو حرام أو ذبحك حلال أو حرام قل ماذا تريد استفصل وتبين ما الذي تقصده بتحديد بالضبط كده أيوه لماذا؟ لأنه قد يكون أكلك بمعنى اسم المفعول مأكولك نعم فهو حلال أو يكون الأكل بمعنى أن نأكله في نحن الفعل فهذا حرام نعم أو تقول أن الذبح بمعنى مذبوحك فمذبوح المسلم كله حلال أو تقول ذبحك يعني نذبحك وهذا حرام واضح؟ إذن ماذا تريد بكذا؟ نفس الكلام موجود لما نقول وكلمته ألقاها إلى مريم الكلمة ماذا تريد بالكلمة؟ تريد بالكلمة كن عيسى ليس بكن باتفاق وإنما هو اسم المفعول المكون بكن مثلا في قول الله سبحانه وتعالى التفريط على ما فردت في جنب الله فيأتي إنسان يقول هل الله سبحانه وتعالى له جنب؟ فنقول أين من أين أخذته؟ يقول على ما فردت في جنب الله نقول هنا معنى الحق يقول هذا تأويل نقول لا جاء القرينة معها الجنب اللي هو الكشح هذا ما يفرد فيه التفريط كلمة التفريط تدل على أن المرض به مرض به الحق ولذلك قالوا على ما فردت في جنب الله أي في حق الله سبحانه وتعالى وهنا ليس مقصود بها صفة الليلة تفريط ليس مقصود بها صفة بدليل كلمة تفريط دليل قرينة التفريط نعم كذلك مثلا من في قول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تبارك وتعالى من تقرب إلي شبرم تقربت إليه ذراعا ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا ومن أتاني يمشي أتيته هرولة هل نثبت الهرولة لله سبحانه وتعالى نقول الله يهرول بالثواب بالثواب هذا تأويل نعم نقول طيب خليك معنا من أتاني يمشي هل تقول إن هذا على ظاهري كيف يمشي إلى الله من تقرب إلي شبرا نعم هل تقول إنه على ظاهري بالشبر كيف يكون هذا الحديث باتفاق العلماء أي من تقرب بالعمل القليل نعم فالله سبحانه وتعالى يتقرب إليه بالعمل الكثير من أتاني يمشي يعني شيئا فشيئا نعم فالله سبحانه وتعالى يأتي إليه بالثواب هرولة واللي قال الثواب هذا يعني الشعبي وهو من التابعين وقتاده وهو من التابعين يعني ذكروا هذا الأمر إذن نفس الحديث فيه ما يدل على المعنى الصحيح وهكذا دائما ما يأتون يقولها هذا دليل على التأويل إلا وكان في نفس الحديث أو الآية ما يدل على المعنى الحق لماذا؟ لأن الإتيان إلى الله مشيا نقول بالعمل فيكون تقرب الله هرولة بالثواب نعم كما أنه التقرب إلى الله شبرا بالعمل فيكون تقرب إليه تقرب إليه ذراعا يكون بالثواب نفس الحديث فيه المعنى الصحيح ليس هذا من التأويل المذموم المذموم لأن هذا فيه دليل دل عليه مثال آخر باقي معنا وقت في الأمسل نعم فضل نعم فضل دكتور إن الله لا يمل حتى تمله نعم سبحانه وتعالى إن الله لا يمل وتمله هذا الحديث الصحيحين إن الله لا يمل فبعض الناس يقول نثبت لله الملل لا كيف هذا الكلام أعوذ بالله نعم يقول على ما يليك بجرد ما يصلح لأن الحديث ما جاء يعني فيه إثبات الملل ده فيه إثبات عدم الملل إن الله لا يمل يقول طيب حتى تمله نقول حتى هنا بمعنى الواو يعني إن الله لا يمل وتملون حتى هنا بمعنى وهذه مستخدمة عند العرب جداً أنا أقول لك على حاجة الآن سأتناظر معك نعم وأنا أقول لك أنا لا أنقطع حتى تنقطع كنين نفهمها الآن لو أنت انقطعت هل أكون أنا منقطعاً لا معنى قلت لا أنقطع حتى تنقطع يبقى معناها إيه معناها لا تنقطع وأنقطع بالضبط نعم واضح؟ فهي معروفة عند العرب وهذا اختيار أبي جعفر التحاوي في مشكلة الآثار نعم ونقلوا عنه بن حجر إذن في فتح البي إذن هذا معنى أن نفس الحديث فيه ما يدل على المعنى الصحيح نعم ما يحتاج أننا نأتي بمعنى آخر من الخارج نعم الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي وقال الله سبحانه وتعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقال سبحانه وتعالى تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك ما المراد بالظاهر في صفات اليد والوجه والنفس نعم كما قلنا قبل ذلك أن المراد في هذا هو ظاهره اللائق بالله نعم يعني اليد يد الله والوجه وجه الله نعم والنفس نفس الله هذه كلها من صفات الله وهذا عليه إجماع أهل السنة نعم إلا خلاف يسير في النفسها وهو الذات أو هي صفة قائمة بالله سبحانه وتعالى نعم بالنسبة ليد الله فوق أيديهم أو ما منعك أن تسجد لما خلقته بيدي نعم يقول أهل التأويل الفاسد فيها يقولون أن اليد بمعنى القدرة نقول طيب إبليس مخلوق بأي شيء ما مخلوق بالقدرة حتى إبليس مخلوق بالقدرة فإذا قيل لإبليس وهو مخلوق بالقدرة قيل له ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أي بالقدرة يقول وأنا أيضا مخلوق بالقدرة فيكون هذه حجة لإبليس لكن الله سبحانه وتعالى خلق آدم بيده وغرس جنة عادن بيده وكتب لموسى في الألواح بيده وما سوى ذلك كن فيكون أما هذه بيده الشريفة الكريمة سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وكلت يديه يمين مبارك بالنسبة للوجه ويبقى وجه ربك هم يقولون أن الوجه بمعنى الذات هم عندهم تصور كما أن وجه الإنسان منفصل عنه فيكون وجه الله كذلك لا إحنا قلنا أننا لا نعرف كيفية وجه الله سبحانه وتعالى لكن نحن نعلم أن الله له وجه كما قال هذا وبدليل الحديث الآخر حديث أبي موسى نعم في صحيح مسلم حجابه النور أو قال النار نعم لو كشفه لأحركت سبحات وجهه منتهى إليه بصره من خلقه كذلك النفس يقول عيسى عليه السلام في يوم القيامة تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي ويقول وحذرتم الله نفسه إلى آخر هذه النصوص التي تدل على إثبات هذا لله سبحانه وتعالى وهو الأظهر أن الله سبحانه وتعالى له صفة النفس نعم وحديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة لما يأتي الناس آدم فيقولون له خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء نعم المعنى أن اختصاص آدم عن باقي الخلق لأنه خلق بيد الله وفي آثار أن الذي بيد الله ثلاثة أشياء خلق آدم خلقه الله بيده وغرس جنة عدن غرصها الله بيده والثالثة في كتابة الله سبحانه وتعالى التوراة لموسى بيده وكتب في الألواح بيده كما في حديث أنت موسى خلقك الله وكتب لك الواح فهذه الثلاثة فيها أنها بيد الله سبحانه وتعالى وما سوى ذلك إنما هو يكون بكون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكن نعم ما ذهب السلف يا دكتور في إثبات صفات الأفعال التي نفاه المتكلمون ما ذهب السلف في كل الصفات واحد نطبط ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسله من غير تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل هذا في الجميع على القاعدة التي فهمناها من القرآن قال الله تبارك وتعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المنسلين والحمد لله رب العالمين هذا هو مذهب السلف نعم عندنا في هذا الصدد نقول فعال الله سبحانه وتعالى التي هي المجيء والإتيان والاستواء والخلق والرزق والطي وما أشبه ذلك من الصفات التي تقوم في وقت دون وقت نعم نقول أيضا نثبتها على ما أثبته الله لنفسه طيب هذه ليست قديمة نقول نوعها قديم وهذه الأفراد حدثة بمعنى أن الله تبارك وتعالى نعم يستوي متى شاء وإذا شاء يتكلم متى شاء وإذا شاء ونوع الكلام قديم وإن كان هذا الكلام المعين ليس بقديم بمعنى إيه؟ بمعنى أننا نثبت لله سبحانه وتعالى أنه يتكلم طيب الله تكلم مع الأبوين في الجنة وتكلم مع موسى وتكلم مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم وينادي أهل الجنة في الآخرة وينادي أهل النار لما يخرج عنق من النار يقول هذه جهنم التي كنتم توعدون إلى آخر النصوص التي وردت فيها كلام الله سبحانه وتعالى فهذا الكلام يكون في وقت دون وقت طيب متى يكون كلام كمالا كل ما تكلم الله به فهو كلام كمال يعني لما جاء موسى لميقاتنا وكلمه رب الكلام يكون كمالا عندما يأتي ليس بعد ما يمشي أو قبل ما يأتي فيكون الحدوث هنا والله يحدث من أمره ما يشاء في هذا الوقت دون غيره فهذا الوقت يكون كمالا لما يكون الله سبحانه وتعالى تكلم مع موسى ولا يكون قبله ولا يكون بعده فهذا يكون كمالا هذا الكمال الموجود هو كمال الذي يليك بالله سبحانه وتعالى فالفرق ما بين الصفات الأفعال وصفات غيرها أن الصفات الأفعال تكون كمالا في الوقت الذي يقدره الله مثلا الله سبحانه وتعالى قدر أن يخلق خالدا وأحمد في هذا العصر الكمال في أن يخلق في هذا العصر لو خلق في عصر آخر لا يكون كمالا لو خلق في عصر تالي ما يكون كمالا وهذا لا نعلمه بعقولنا إنما هذا يرجع إلى حكمة الله أنه يقدر أن يخلق خالد وأحمد في هذا العصر فإذن الصفات الأفعال كمالها أن تقع في الوقت الذي يقدره الله سبحانه وتعالى فيه لا قبل ولا بعد ما سوى ذلك فنحن في جميع الصفات نقول نؤمن بما وصف الله به نفسه ووصفه به رسله على الطريقة معه نعم طيب دكتور يعني ختاما مذهب السلف في إثبات صفات الغضب والرضى لله تعالى وكذلك الرد على من تأولها نعم الحقيقة يعني المتأولة للغضب والرضى عندهم نوع من التناقض في هذا الأمر يعني مذهب السلف لما يأتي مثلا واحد يقول أن الله سبحانه وتعالى لا نصفه بالغضب ولا نصفه بالرضى نقول له لماذا لماذا هذا الأمر يقول أن الغضب هو غليان دم القلب والرضى هو ميل القلب إلى ما ينفعه نقول طيب خليك معنا نعم فرضنا أن كلامك هذا هو كلام صحيح أنت الآن تصف غضب المخلوق ما تصف غضب الخالق غليان دم القلب هذا وإن كان هو أصل ليس هو الغضب هذا أثر الغضب نعم يعني زي ما يقول مثلا الحياء حمرى في الوجه لا حمرة الوجه من من الأثر الحياء أو أن يقول إنسان يعني خاف فسفر وجه فالسفر أثر نعم لكن فرضنا أن كلامه صحيح أن الغضب هو غليان دم القلب غضب من هذا هذا غضب المخلوق أنت تقول ما تقوله في الغضب نعم يعني مثلا أكثر المتكلمين الآن يقولون الغضب إرادة الانتقام نقول طب الإرادة الإرادة ميل القلب فيقول لا الإرادة هنا على ما يليق بالله طب الغضب على ما يليق بالله يعني هو يقول أن الغضب هو إرادة الانتقام لما تكلم معهم في الإرادة يقول على ما يليق طب اجعل الغضب على ما يليق ليس الغضب هو غليان دم القلب هذا غضب المخلوق فهم يفسرون الغضب بما في المخلوق ثم يقولون أننا ننفيه عن الله تبارك تعالى نتأول نقول إرادة الانتقام نعم لا هو الإرادة هذه صفة قائمة بالله والغضب صفة أخرى قائمة بالله كما الله سبحانه وتعالى قال وغضب الله عليه فنصف الله بالغضب كما وصف به نفسه نفس الكلام في الإرادة في المحبة في الرحمة كلها بهذا الإنباء نعم لكن لا يصح لي على الإطلاق أن أنفي صفة أثبتها الله عز وجل لنفسه أو أن أعطقها أو أن أولها على غير معناها الذي أراده الله سبحانه وتعالى نعم لأن مجرد ما إنسان يقول هذا كأنه يفتأت على الكتاب والسنة نعم يقول إن الله ليس له هذا وكما قلت قبل ذلك يعني أحد أمرين إما أنك أعلمك الله أنه لا يتصف بهذه الصفة وأنك رأيت الله ورأيت أنه لا يتصف بهذه الصفة فمدام هذا ممتنع وهذا ممتنع ليس لك إلا أن تسلم بما في الكتاب والسنة وأن هذا الذي في الكتاب والسنة هو على ما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى تقول طيب يعني أقع فيه تشبيه لا نحن نقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يقول طب يعني المماثلة أنا ما أستطيع أتخيل أنه ينزل سبحانه وتعالى في كل ليلة نقول لأنك في ذهنك نزول المخلوق الذي يلزم منه إفراغ ومحل وشغل آخر فأنت كيفت هو مستمسك بهذا المعنى معنى المخلوق أي وهو في ذهنه نعم في ذهنه أن هذا المعنى فيريد أن ينفيه عن الله فينفي الصفة كلها نعم نعم أنت أنفي هذا المعنى فقط اللي هو تكون نزول المخلوق هذا اللي يفصل بين أن هناك فرقا هو اللي عنده الخلط بالضبط حفرنا يا دكتور أنا هو اللذي يجسم هو اللذي يشبه ولذلك احنا نقول أن المعطلة وقعوا أولا في التشبيه أو في التمثيل نعم ثم بعد ذلك أرادوا أن ينفوا هذا المعنى فوقوا في التعطيل نعم هو النصيحة أجملها أولا بعد ذلك أفصل شيئا فيها الإجمال در مع النص كيف دار نعم خليك مع النصوص نعم يعني إن الله سبحانه وتعالى ذكر شيئا في كتابه أو ذكره به رسوله صلى الله عليه وسلم فلا بد أن نؤمن به كما جاء لأن هذا من أصل الإيمان نحن نؤمن بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالإسلام دينا نعم فلذلك نؤمن بالنصوص كن مع النصوص كما قال فرضنا أن نص من النصوص أنت اعتاص عليك أن تفهمه في ضوء القواعد قواعد أهل السنة نعم اجعلهم من المتشابه بالنسبة لك نعم وقل الله أعلم بمعناه نعم لكن لا تنفي معناه لأنك لا تعرف المعنى الصحيح له لو كل إنسان سيرد نص حتى يتبين له معناه معنى ذلك سيرد كثير من النصوص حتى يتبين له معناه لأنه ليس الإنسان على قدر واحد ليس الناس على قدر واحد من العلم نعم فكما قال من مالك كلما جاءنا رجل أجزا من رجل تركنا عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهبنا إلى قوله فنحن لا نتبع مثل هذا كن مؤمنا عندك يقين يقن الماء في الحوض يعني استقر فلك عندك استقرار استقرار على أي شيء على النصوص نصوص الكتاب والسنة طيب أنت تقع في تشبيه في تمثيل لا لا ما أقع في شيء من هذا عندي قاعدتي في هذا ليس كمثله شيء الأستاذ الدكتور خالد فوزي حمزة وأستاذ العقيدة بجامعة أم القرى والحرم المكي جزاك الله خيرا وأحسن الله إليكم شكر الله لكم مشاهدين الكرام على أن نلقاكم بإذن الله في لقاءات أخرى متجددة مع نخبة من العلماء والدعاية في مجالس العلم سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وَلَا تَعْجَلْبِ الْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى وَأَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَأْيُورُ وَقَوْرَ بِزِلْنِي عِلْمًا قُوْرَ بِزِلْنِي عِلْمًا